ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري جملة من القضايا والمشكلات الاجتماعية وفي طليعتها ظاهرة الثأر التي توسعت بمحافظة شبوى وعاودت الظهور في بعض مناطق محافظة أبيان وعدعت الهيئة القوات العسكرية والأمنية بالمحافظتين لبدل أقصى الجهود مع السلطات المحلية والشخصيات والوجاهات القبلية لإيجاد حل جذري لها كما استمع الاجتماع إلى تقارير الفرق المكلفة من هيئة الرئاسة بالنزول الميداني للمحافظات ونتائج اللقاءات التي عقدتها مع القيادات المحلية للمجلس وقيادات السلطات المحلية وأكد القيادات الأمنية والعسكرية والشرائح المجتمعية بالمحافظات والتوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات وأكدت الهيئة استمرار مناقشتها لجميع التوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات والعمل على بلورتها إلى آليات عمل لإدراجها ضمن أولويات برنامج عمل المجلس للفترة المقبلة